تمكنت قوات الحزام الأمني من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة كانت قد عثرت عليها بمديرية موديا بمحافظة أبيانا وكشفت عملية حزام أبيانا أن قوات الحزام الأمني فككت ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجارة زرعتها العناصر الإرهابية بجانب الخطة العامة ماما محطة الصفوة في منطقة الحميصة مديرية موديا مشيرة إلى أن العبوات الناسفة كانت معدة بطريقة مموهة من أجل استهداف أي مركبة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمنية والقوات المشتركة المرابطة في المنطقة